بعد تسعة أيام منذ الانقلاب الذي نفذته قوات تابعة للانتقال والحزام الأمن في عدن وسيطرته على القصر الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة أخيراً هادي يجتمع بنائبه ومسؤوله يقول هادي بحسب وكالة سباء للأنباء إن حكومته مستمرة في متابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية بإنهاء التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن كانت السعودية قد طلبت من الرئيس هادي مهلة خمسة أيام لإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي غير أن سيطرة قوات الانتقال على مؤسسات الدولة ورفضها الانصياع لمطالب الرياض المعلنة دفع بالكثير للحديث عن نوايا المملكة وسط اتهامات باستمرارها في بيع الوهم والوقت للشرعية وأن التحالف منذ خمس سنوات ماضم في مهمة دعم التمرد الثاني على الشرعية وفيما يبدو فإن الفعل الرسمي للشرعية وموقفها السياسي والسيادية المتأخر من حلفائها ومن الانقلابيين لا يزال مشلولاً وغائباً عما يحدث في البلد كانت المؤسستان الرئاسية والحكومية للشرعية قد لاقتان تقادات حادة برلمانية وشعبية وسياسية جراء صمتها أمام ما يشهده البلد من كوارث وأحداث كبيرة دون أن تحرك ساكناً التساؤلات عن إحجام الشرعية عن إصدار أي موقف رسمي يسمي الأشياء بمسمياتها لا تزال حاضرة وهو ما عزاه كثيرون إلى الرخاوة التي تعانيها الشرعية سواء من حلفائها أو من الانقلابيين أنفسهم يتراخى موقف الشرعية وتتسع دائرة الأخطار المحدقة بدولة اليمنيين تاركة مصير اليمنيين لتحمل عبء الانقلابات يتعظم تأثير تعطيل المؤسسات الخدمية على الناس جراء الانقلاب مثل الجوازات وغيرها ويدهب جزء آخر من مصالح اليمنيين بفقدان سيطرة الشرعية على عدن التي كانت آخر منفذ لليمنيين وبالرغم من تعطيل أدوات الدولة ترتفع أصوات الانتقالي مطالبة بتفعيل المؤسسات الخدمية والوزارات بعد طرد وزرائها وملاحقة موظفي جهاز الدولة في محاولة لتنصل الانتقال من مسؤوليته ومن غياب الخدمات أمام المواطنين عقب طرد الحكومة وسط هذه التعقيدات تم تسريب أخبار عن صفقة سيتم إبرامها بين الأطراف المحلية برعاية دولية من خلالها سيتمكن الانتقاليون الجدد من المشاركة في الحكومة القادمة وإزاحة هادي عن السلطة هذه الأخبار غير المؤكدة حتى الآن قد تحمل بعض الملامح لمستقبل اليمن الغامض